تمارين رياضية قد تكون المفتاح لحل مشاكل الذاكرة وأمراض الخرف والألزايمر دراسة استمرت سبع سنوات ونشرت في مجلة طب الطبيعة الشهر الحالي أظهرت التأثير الإيجابي لهرمون إيريسون الذي ينتجه الجسم خلال التمارين الرياضية في حماية وظائف الدماغ والحفاظ على الذاكرة والمهارات الفكرية الدراسة التي أجرتها الجامعة الاتحادية في ريو دي جينيرو ضمت في إران مختبر تعاني من مرض الألزايمر وبعد شهر من التمارين الرياضية تمكنت الفئران من استعادة ذاكرتها عبر إنتاج هرمون إيريسون خلال التمارين الرياضية نتائج الدراسة لم تظهر إمكانية هرمون إيريسون في الوقاية من الألزايمر لكن أثبتت فعالية الهرمون الناتج عن التمارين الرياضية في معالجة آراض عدة من المرض لدى فئران المختبر